السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج معكم إياد رضوان مثل ما عودناكم دائما رح نجب لكم أجمل المواقف بهذا الموقف اللاعب الأبيض يلعب ويربح بطريقة أسطورية رح نشوف يعني فيه الأسطوري رح يجم هد وزير وحصان تجميد كامل بالفريزر فاللاعب الأبيض هون يلعب ويربح ولكن قبل ما نشوف الحل لا تنسى الاشتراك بالقناة والتعليق الإيجابي واللايك لحتى تشجعنا على نستمر لأنه البحث عن هيك مواقف يعني بده كتير جهد وأيضا دعم القناة بكل طرق الممكنة فخلينا نشوف الحل هون اللاعب الأبيض يلعب ويربح فيه عندنا نقلة أسطورية نقلة لا تصدق النقلة الأولى هون هي البشوب على الـ F7 نقلة قوية جدا وتضحية بالقلعة من النقلة الأولى طبعا بتوقع هون الوزير إجباري لازم يأكل القلعة ليش لأنه أي نقلة هون رح يكون فيه عندنا كيش ويعني الوضع صار ربح سهل جدا لللاعب الأبيض لأنه عنده قلعة زيادة وبعدين يعني رح ياخد هذا البيدة فالوضع سهل جدا وما فيك تحمي الوزير بطريقة غير هيك مثلا إنك تجي لهون لأنه كيش رح يصير فيه عندنا كيش مات يعني إنك تبدل الوزير بقلعة بوضع أفضل شوي لا ما فيك فإذا إجباري فيه عندنا نقلة قد تكون مثيرة للاهتمام هي إنك تاكل الفيل بالحصان وهيك رح تحمي الوزير ولكن ما رح تفيده طبعا لأنه رح يكون فيه عندنا بيشوب تيكس سي سيفن كيش وأول مرة منشوف يعني بيدق بيعمل شوكة على ملك ووزير شي لا يصدق طبعا مستفيدا من إنه الوزير مرفوض فإجباري الملك رح يروح على السي ايت فهون رح يكون فيه عندنا طرقية لوزير أو قلعة فرح يأكل بالحصان وهذا الحصان رح يسقط لأنه الحصان مربوط وما في عندك طريقة لتفك ربطه نقلة تالية بالملك طبعا عندك بيدق سالك ولكن ما رح تلحق فمثل ما نك شايف كيش الآن الأبيض رح يربح بسهولة فإذا منرجع على النقلة الأولى النقلة الأسطورية هي نقلة الفيل لاعب الأسود ما عنده أي تخيار إلا إنه ياكل القلعة وهون بيشوب تيكس سي سيفن كيش الملك إجباري رح يروح على الزاوية ليش إجباري؟ إنه إذا إجا لهون ببساطة كيش مات وبينتهي الدور فالملك إجباري على الأي إيت هون رح يكون في عنا نقلة قوية بيشوب على الدي فايف وبشو مهدد؟ مهدد إنه بس يحرك الملك ولاحظ يعني رح يكون في عنا كيش مات فتهديد خطير ما فيك تمنعه لا تفكر تلعب البيضع على الأساس إنك عم تعطي خانة للملك لأنه ببساطة فورا الملك الأسود رح يعطي كيش مات هون الملك الأبيض عفوا رح يجي ويسكر هاي الخانة ومتل ما نك شايف يعني كيش مات فإذا منرجع منلاحظ الآن النقلة الوحيدة الممكنة عند اللاعب الأسود هي الكوين على ال F5 الكوين على ال F5 عم يهدد الفيل وبالتالي إذا تحرك الملك شو اللي رح يصير رح يأكل الفيل ويصير وضع ربح لللاعب الأبيض فلذلك النقلة القوية بشوب على G2 أو إذا بدك تروح على H1 أيضا نفس الشي الفكرة إنك تهرب بالفيل طبعا اللاعب الأسود الآن بوضع سيء جدا ممنوع تهدد الفيل أيضا ليش لأنه هذا الوزير مكلف بشي مليون مهمة مكلف إنه يمنع الملك من التحرك حتى ما يعطي كيش ومكلف إنه يمنع هذا البيض من الطرقية ففي حال مثلا لعب الوزير لهون شو رح يصير رح يصير في عنا بشوب بي فايف كيش وإجباري الآن بدك تاكل الفيل وبالتالي رح يصير في عنا طرقية لوزير مع كيش مات فإذا الوزير يعني صعب يتحرك والآن اللاعب الأبيض مهدد إنه بس يحرك الملك ورح يكون في عنا كيش مات فلذلك هون النقلة الوحيدة عند اللاعب الأسود هي النايت على الـ F7 لاحظ الآن وضع يعني لا يصدق اللاعب الأسود منع الملك تماما من التحرك الوزير مانع الملك إنه يجي لهون البيض ممنوع الملك يجي لهون والملك ممنوع لهون والوزير ممنوع لهون والحصان ممنوع لهون وممنوع الطرقية فإذن اللاعب الأسود الآن آمن الملك ممنوع إنه يتحرك فببساطة اللاعب الأبيض بلعب نقلة انتظارية خلينا نشوف شو رح يصير فبنتظر لاحظ الآن الوزير ممنوع يتحرك لأنه أي تحرك رح يعطي اللاعب الأبيض خانة للملك أو الترقية بيدق فالوزير ممنوع يتحرك والحصان ممنوع يتحرك لأنه الحصان هو الوحيد لمراقب الخانة دي سيكس فأيضا ممنوع يتحرك لحصان وبالتالي اللاعب الأبيض أو اللاعب الأسود ما عنده غير نقلة H4 فهون أيضا نقلة انتظارية G2 أو بيشوب على G2 الآن H3 ما في غير هيك فالآن النقلة بيشوب على H1 والآن H2 ما في عنده غير هيك والآن النقلة الانتظارية أيضا البيشوب على G2 الآن في عنا الطرقية لوزير إجباري لاحظ وسهرين وحصان ضد فيل اللاعب الأبيض رح يربح رح ياخد الوزير وما في عنا غير هيك والآن اللاعب الأسود بوضع زكزونج تفضل حرك أما الوزير أو الحصان لحتى يصير في عنا كيش مات أو البيضق عفوا طبعا التحرك بالبيضق رح يعطي هاي الخانة كيش مات التحرك بالحصان رح يعطي هاي الخانة كيش وبعدين يعني رح يحط الحصان مثلا فبياكل بياكل وأيضا كيش مات فأيضا رح يربح اللاعب الأبيض فمنرجع فإذا التحرك بالحصان ممنوع الآن التحرك بالوزير أي مكان رح يصير في عنا أما طرقية أو تحريك للملك لأنه الوزير يعني مكلف بمراقبة دول الخانات الأربعة مع خانة الطرقية ما في مربع غير هذا يأمن مراقبة هالخانات فأفضل طريقة لإطالة عمر الملك قدر الإمكان هو التضحية بالوزير من على الدي فايف فرح تاكل الآن النايت على ال اي فايف كيش الملك على البي فايف كيش مات طبعا رح يغطي بالحصان وكيش مات الآن بالفيل فمثل ما أنا شايفين يعني فيلد وصل بمرحلة وزيرين وحصان واستطاع أنه يتفوق عليهم شيء لا يصدق فهي كي رح يربح اللاعب الأسود بهاي الكش فهذا كان الفيديو لليوم إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة